سلام عليكم قصتنا الليلة من العراق وتحية لأهل العراق والأيهون السامعين جميع قصة في غاية الروعة قصة كذلك فيها صدمات وفيها مأساة وفيها معاناة لذلك قبل أن نبدأ في سنة أحداث القصة لا تنسون تدعمونا باللايك بارك الله فيكم القصة الله يسلمكم في إحدى القرى التابعة لمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق وتحية لأخوان الأكراد وليهون السامعين القصة لأخوان اثنين واحد ينقال وأحمد واحد محمد محمد الكبير وأحمد الصغير محمد شاب من أرجل شباب القرية والقصة زمن حدوثها في تقريبا منتصف الخمسينيات في العهد الملكي محمد هذا شاب مؤدب ومحترم وعمره تقريبا فيها ذاك الوقت في نهاية العشرينيات 28-29 سنة متزوج وعنده أبناء اثنين وبنت وعايش هو وأخوه الأصغر منه أحمد لكن الإخوان هذول يحبون بعضهم إلى الدرجة يعني إخوان يعني يحب الأخوان الحقيقي وأحمد يحب أخوه محمد إلى درجة ما تتوقعونها يغاروا عليهم من نسمة الهواء وهالإخوان عايشين بأمن وأمان وأطمئنان وما عندهم قطعة من الشيطان وهالشباب هذول طبعا عندهم أرض زراعية يعملون فيها أبوهم وأمهم متوفيين وارثين الأرض هذه من أبوهم ويزرعون فيها المحاصيل الزراعية قمح شعير الخضروات الصيفية وعايشين من خير الله عز وجل وخيرات هالأرض وتروح الأيام وتجي الأيام محمد هذا شاب ماهر في الرماية يعني إذا مسك البندقية وسدد على هدف ولا على طير ولا على أرنب مستحيل أو من النوادر أنه الرصاصة تخيب والشاب معروف على مستوى القرية والقرى المجاورة أنه أفلان والله سقماني والسقماني هذا الله يسلمكم اللي يصيب الهدف المتحرك بتحرفون بعض الصيادين اللي يطعون على الصيد فمو كل من مسك البارودة وطلع الصيد والله صار صياد فالسقماني يصيب الطير وهو طاير الأرنب وهي طايرة يرميها الغزال وهو يركض كذلك يرميها هذا يقولون له سقماني وأنا سبق ورويت قصة بعنوان ذيب هدالة قصة من أروع القصص المهم صاحبنا محمد هذا شاب سقماني ومشهور بالصيد ويطلع بعض الأحيان شباب القرية لما ما يكون في عندهم حصاد ورجاد وأعمال فيطلعون بعض الشباب كل من ياخذ بندقيته ويطلعون على أطراف القرية يحطون أهداف يعمرون قاموع القاموع هذا عبارة عن عدة حجارة يحطونها فوق بعضها وينيشنون على القواميع هذه واللي يصيب يصيب ويتراهنون على بعض الشغلات يعني شغل شباب ومحمد هذا بدأ يكتسب شهرة واسعة في التزديد وصارت الناس تسولف والله محمد وراح محمد وجه محمد ولما تصير المباريات هذه في الرماية كذلك في الصيد فمحمد سمعته سيطرت على الكل طبعا القرية فيها شباب غير محمد صيدون وشاطرين في الرماية وماهرين لكن محمد هذا كسح الكل ولما يحضر محمد الكل يوخر وراه المهم اتروح الايام وتجي الايام محمد عايش هو وزوجته وابناءه الاثنين وهالبنوتة اللي شايفينها وماهم مصدقين بما انه البنت وحيدة على ابناء اثنين وزوجة محمد تعتبر من جميلات القرية وكذلك محمد من اجمل واهيب شباب القرية والشباب الاثنين يشتغلون فيها الارض ايديهم مع بعض محمد هو المسؤول واخوه احمد ما يعصيله امر وعايشين الاخوان الاثنين فيها البيت لا مشاكل اه اتعكر صفوها الحياة الى ما جه يوم من الايام طلع محمد هذاك اليوم خذ بارودته معاه وطلع وهي هطلع ما عاد رجع صارت الدنيا الظهر اجي معه اقوله لك يمكن طلع على الصيد يصيد يعني يتأخر وصارت الدنيا العصر كذلك محمد ما رجع صارت الدنيا المغرب كذلك ما رجع الرجال ما بين ما في بالعادة انه محمد يتأخر لهالوقت او اذا يكون رايح على قرية ثانية او على مكان بعيد يبلغ زوجته يبلغ اخوه احمد المهم الجماعة استعوقوه وعلى وين راح وين جه راح اخوه احمد على الارض يدور على اخوه من هناك يا نادي يا محمد يا فلان لا حياته لمن تنادي وظلت جماعة بالهم مشغول هذه تش الليلة زوجة محمد تبتشي وابناءه كذلك على بكاء امهم صاروا يبكون واحمد خايف على اخوه خايف انه صار له شي ما له لاحس لا خبر طبعا فيها ذاك الوقت لا في فيسبوك ولا في ويتساب ولا في تلفونات حتى يشلونها وخصوصا هم سكان قرية حتى تلفونات ارضية القرية ما فيها وطبعا انتشر الخبر بين سكان القرية ويا بنت قولي لامة محمد مختفي طبعا زعل سكان القرية على اختفاء محمد اطلعت الناس تبحث من هناك هذه الليلة مرت الليلة صعبة جدا وما اثرو على محمد في صباح اليوم الثاني وطبعا احمد هذاك اليوم ما نام الليل وهو يفكر باخوه وين راح وين جاء وما له بالعادة ينام برا البيت المهم في صباح ذاك اليوم واحد من هالمزارعين من سكان القرية طال على ارضه والارض تبعد لها عن القرية تقريبا واحد كيلو متر وهو راي على هالطريق ويشوف جثة محمد ولا محمد مرمي بالارض اتدم معبي المكان ومتعرض الى طلق ناري في الصدر في مكان قريب جدا من القلب يعني الطلقة كانت قاتلة حاول يقلب محمد من هناك يمين يسار محمد متوفي رحمة الله عليه الرجال هذا حط ثوبه بين صنونه ويرجع على القر يركاض اول ما جاء على المختار مود يروح لعند احمد على اساس يبلغ يعني يظل المختار عنده اسلوب يظل عنده وعي اكثر فجاء على المختار المختار شاف الرجال هذا وضعه ماهو طبيعي خير يا أفلان شنو الموضوع قال له ما عندي من الاخبار والعلوم قال له اني عثرت على محمد لكن مقتول يا ولد شنو تقول قال والله هذا اللي جاك يا مختار المختار خذ له كم رجل معاه من القرية ويركبون خيل ويروحون على المكان اللي يقول عنه الرجال هذا لما جول فعلا محمد غارق فيه دماؤه والظاهر صار له مد مقتول لانه الجثة بدت يعني عليها علامات الانتفاخ وطبعا بلغوا رجال الامن المختار أرسل فارس او شاب على حصان على القرية اللي فيها مخفر في احدى القرى المجاورة حضر رجال الشرطة وبدوا يحققون في مقتل محمد طبعا السيناريوهات المعروفة هل محمد عنده ثار مع حدا حدا يطلبه ثار عنده مشكلة مع حدا من سكان القرية من سكان القرى المجاورة كانت شهادة سكان القرية وشهادة المختار على رأسهم انه الرجل هذا محمد من أطيب وأكرم وأشهم شباب القرية شاب ما عنده مشاكل أبدا طبعا لما وصل الخبر على زوجة محمد وعلى أخوه أحمد كان الخبر صاعق لهم وخصوصا الأحمد أحمد يعني سبحان الله الموت حق وهذا الموت كاس على كل الناس لكن كان أحمد متعلق بأخوه إلى درجة ما هي طبيعية لأنه لما توفي أبو محمد كان أحمد صغير واللي ربه أحمد هو أخوه كان ياخد دور الأم والأب وكان يعني يشوفه بكل هالأدوار هذه لذلك ما كان متوقع بيوم من الأيام أنه أخوه ينقتل بها الطريقة واللي ينفقد بها الطريقة هذه لكن هذا هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه المهم حاولوا الشباب أصدقاء أحمد القرايب الناس يهدون أحمد شوي وكذلك زوجة محمد يعني الوضع كان مأساوي جدا المهم ادفنوا محمد رحمة الله عليه ورجال الأمن حققوا واسألوا ومن هناك واستجوابات على قد الحال فيها ذاك الوقت لكن ما عثروا على أي طرف خيط يوصلهم إلى القاتل وتعمقوا فيه التحقيقات واسألوا من تحت ومن هناك ومن هناك واسألوا المختار واستجوبوا حتى الأطفال الصغار في القرية من هو قل لي له مصلحة يقتل محمد محمد بحياته ما أزعل واحد من شباب القرية ولا تشاكل مع أحده المهم نقدر نقول أنه تسكرت القضية وظل قاتل محمد مجهول ما قدروا يعرفونه والحياة ودها تمشي ما توقف عند محمد بدأ أحمد يدير باله على ولاد أخو وعلى بنت أخو وعلى زوجة أخو والآن يعني أحمد ما يصير يعني ظل ساكن مع زوجة أخو امرأة أصبحت يعني الحالة زوجها توفي فرجال في عنده غرفة خارجية غرفة من نفس الحوش اللي ساكنين فيه لكن لها باب خارجي فسكر الباب الداخلي هذا وقعد فيه الغرفة هذه اللي بابها على الخارج وزوجة أخو تطبخ الطبخة وتناولوا من الطبخة اللي تسويها وبيشتغل فيها الأرض لكن أحمد حزين جدا على وفاة أخوه واللي زاد الحزن أكثر أنه ما تم اكتشاف القاتل وهذا المسكين صار يشوف أخوه بالمنام وهو نايم وهو ماشي يشوف دائما أخوه محمد بين عيونه صار محمد يجي في المنام والمنام اللي صار يشوفه أحمد صار يتكرر كل يوم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لا والله على مدار أسبوع زمان كل يوم يجي فيه الليله هو نايم يقول له قتلني يا أحمد ترى هذا علي منه علي يقول له علي ابن فلان ابن واحد من سكان القرية وترى لا تنام على الثار خذ بثار يا أحمد أحمد فيه البداية يعني يقعد من النوم يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله ويرجع يحط راسه وينام لكن المنام هذا كل يوم صار يتكرر ورجل أصبح فيه حيرة من أمره شنه الدساوي والرجال هذا اللي يقول أنه أخوه فيه المنام شاب من شباب القرية وسماه بالاسم صار أحمد يترصد العلي علي هذا شاب عمره تقريبا 25 سنة وأحمد فيها ذاك الوقت كذلك في بداية العشرينيات 21-22 سنة المهم أحمد صار يراقب علي وين يروح وين يجي وشارد ومهموم وشنه ودي يساوي ماهو عرفان وهذا أخوه محمد كل يوم يجي فيه المنام ويقول له لا تنام على ثاري أو لازم أنك تذبح هذا علي لكن أحمد لما صار يعني يسترجع الذكريات والأيام السابقة علي هذا شاب يعني ما بناتهم أي مشاكل لا بيوم من الأيام تشاكلوا هم وياه ولا هم وأقاربه ولا يعني ما حصلت أي مشكلة لحتى تخلي هذا علي يقتل أخوه محمد يعني شنه السبب المهم الشاب احتار في أمره الحل الراي يا أحمد صار يضايق من المنام هذا ويشوف علي قدام عيونه إلى درجة أنه صار بعض الأحيان يأخذ البندقية ويترصد طريق علي لما يروح على أرضهم الزراعية وهو راجع على الأرض يحط الطلقة ببيت النار أيامها البنادق كانت كانوا يستخدمون البنادق الإنجليزية اللي هذه تتلقى بكل طلقة ودها تلقيم هذا يحط الطلقة ببيت النار ويحط أصبعه على الزناد ويسدد على علي على أذبح وما أذبح وبعدين يتعوض من الشيطان ويرجع والمسكين هذا أحمد صار في حيرة من أمره شنه يساوي مع هذا علي ومع هالمنام اللي قاعد يجي فيه أخوه محمد ما هو عرفان وما في دليل يثبت أنه علي هو القاتل والرجال ما أوده يحط علي بذمته ويحط دمه برقبته إيش بدك تساوي يا أحمد شما بدك تساوي فيه شيخ في إحدى القرى المجاور هين قال له الملة عمر قال ما لي إلا أني أروح على الملة عمر الملة عمر هذا يعني عنده خبرة في تفسير المنامات ورجالي خاف الله ومعروف في القرى المجاور ويركب الأحصان هذا كل يوم يروح على الملة عمر السلام عليكم وعليكم السلام قال يا شيخ السالفة كذا وكذا وكذا وصراحة أنا والله ما يعرفان شون جساوي خايف أني أذبح الرجال وحط دمه ورقبتي وأخوي كل يوم يجيني في المنام فأريد تفسير لهذا الحلم أو الرؤية اللي قاعدة تجيني الشيخ قالوا يا ابني يا أحمد يعني أشيلها السوالف هذه من بالك وهذه تخيولات وتهيئات وبما أنه الرجال ما في بينكم وبينه مشاكل ولا بين عائلته ولا مع أخوانه ولا مع أقاربه ف يعني أبعد عن درب هذا الرجال ولا ترتكب خطأ تتندم عليه بعدين وبعدين بما أنه ما في دليل ورجال الأمن حققوا في هذا الموضوع وما حدا شاف الرجال فلذلك ابعد عن درب الرجال ولا تحط دمه ورقبتك المهمه ويرجع أحمد هذاك اليوم على هالقرية يضرب أخماس بأزداس وما هو مقتنع بكلام الملة عمر وش ودك تساوي شما ودك تساوي وهذا علي ما عاد يتصوره أبدا صار يقول يعني لو ما هو قاتل أخوي وأخوي ليش لحتى يجيني في المنام ويقول لي هو اللي قتلني لكن ما قاله شنو السبب وشلون قتلوا ما قال وهذا علي الله يسلمكم صار له تقريبا ثلاث أربع سنوات متزوج وكذلك عنده ثلاث أبناء ويقرر أحمد هذاك اليوم أنه ياخذ بثار أخوي وقال خلاص الآن ودي أخذ بثار أخوي وخليني أقتل علي وأرتاح من هالمنام اللي قاعد يجيني ولو ما هو قاتل ما شان ليه ما قال لي مثلا فلان من سكان هالقرية ليش قال لي علي بالتحديد ويصمم على قتل علي لكن شلون ودي يقتل علي بدون لاحد يشوفه هذا علي هذاك اليوم عنده قمح وديه ياخذه على الطاحونة تعرفون قبل الناس تاخذ القمح على الطاحونة تطحن وتساوي طحين علشان يسوون الخبز ويراقب علي وين يروح وين يجي وهذاك اليوم علي ما أخذ له شوال قمح 50-60 كيلو على الطاحونة ويراقبوا الطاحونة في إحدى القرى المجاورة وإذا راح علي الصبح ما راح يرجع تقريبا البعد المغرب ويقوم علي هذاك اليوم عنده حمار الله يعزكم عنها الطاري يحمل عليه شوال القمح ويروح على الطاحونة وهذا أحمد خذ البندقية ويقعد على الطريق اللي يودي يسلكها علي ويظل طول هالنهار وهو قاعد على أذبح ما أذبح لا يولد في النهاية حسم أمره والآن بانتظار علي علي راح على الطاحونة طحن الطاحين ورجع والوقت كان تقريبا مع الغروب تقريبا الشمس غايبة وسكان القرأ فيها الوقت هذا طول النهار يشتغلون فيه الأرض اللي عنده حصاد اللي عنده خضروات اللي عنده مدري شنو الناس طالعا من أذان الفجر يالله تسقط الشمس كل من يكونوا ببيته يعشون ويا دوب يلحقون صلاة العشاء يكونون غاطين فيه سابع نومة المهم المسافة تبعدلها تقريبا واحد إلى واحد ونص كيلو متر عن القرية علي راجع محمل الطحين على هالأحمر الله يعزكم وما عنده قطع من الشيطان وما يحس ويدري ولا هذا أحمد طالعي قدامه مثل الشبح ويسحب عليه البندقية اقف اقف خير يا أحمد شنو السالفة شنو الموضوع قاله ما تدري شنو الموضوع قتلت أخوي والآن رايح تطحن وعايش حياتك ولا عندك يعني من هالخبر قاله يا رجل شنو السالفة شنو أنا أقتل أخوك ليش ودي أذبح أخوك قاله واطلع منها لبواب والآن ودك تعترف شلون قتلت أخوي وليش شنو سوى لك أخوي تاتذبحه يقول ما تخاف الله عنده ولاد صغار وزوجته يعني بأي ذنب تقتل أخوي انت قاله يا أحمد انت شنو تسولف انت منت صاحي انت يعني سكان القرية ليش ودي أذبحه المهم حصل جدال بيناتهم لكن المسكين علي رافع ديه وهذا مسدد البندقية عليه وحاط أصبه على زناد وعلي يدخل على أحمد يا أحمد يطولك يقصرك يا رجال والله ما لي علاقة عندي زوجتي وأبنائي قاعدين يستنوني حرام عليك قالوا والله لا أذبحك وأشرب من دمك كيش نفكرني يعني فكر دم أخوي يروح هدر يروح ببلاش ترتكب جريمتك وتسوي حالك ما لك خبر أنا أصلا محمد كل يوم يجيني في المنام يقولي انك انت اللي قتلته المهم في النهاية ضغط أحمد على الزناد ويطلق عليه الطلقة جت في مقتل ويقع علي في الأرض تأكد أحمد من مقتله ويشيل حاله ويرجع على البيت على الغرفة هذه اللي ساكن فيها ولا حدا شافه ولا حدا دره عنها الموضوع اللي حصل الله يسلمكم الاحمار اللي يمحاط عليه علي الطحين الحمير الله يعزكم عنها الطاري تندل الدرب والاحمار هذا لما حصلت المجادلة بين علي وأحمد الاحمار ظل ماشي في طريقه ويظل ماشي لحد ما وصل إلى بيت علي يندل البيت الآن ممكن يتساءل واحد يقولك معقولة احمار يندل البيت ايه نعم يندل البيت وهذا الكلام معروف المهم زوجة علي المسكينة قاعدة أمام البيت قاعدة تستنى زوجها وموعودة فيها الوقت هذا لازم يجي علي شوي ما تشوف إلا الاحمار هذا قرب عليها وما في إلا علي ما هو مبين لكن الاحمار محمل عليه شوال الطحين قالت ليس إلا علي ممكن يعني تأخر شوي شوف مرر له على حدا مر على الأرض دخلت الاحمار ونزلت الطحين وعلى شوي يجي علي وبعد شوي يجي علي صارت صلاة العشاء المرأة مساوي عشها ومستني زوجها ولكن علي راح وهيها الروحة راحت المرأة هذه على المختار يا مختار الحق شنو السالفة قالت السالفة اللي حصل كذا وكذا وكذا الاحمار رجع وعلي ما رجع وصراحة أنا خايف صير له شي حدا سواله شي لما جت على المختار كان عنده أربع خمس شباب وأربع خمس رجال من سكان القرية قاعدين يسهرون قال الشباب أشوفكم أطلعوا على الطريق اللي بالعادي يسلكونوا سكان القرية وهم راحين على الطاحون واتفقدوا وخويكم علي دوروا وأنه في كل مكان ترى ما هناك قصنا لسه الرجال هذا اطراب قبره ما نشاف اللي هو محمد أو يطلعون الشباب أربع خمسة يبحثون على الطريق أو من هنا ومن هناك ويوصلون إلى المكان اللي انقتل فيه علي ويعثرون على علي لكن علي كان متوفي ويشيرون الجثة ويحملونها ويجيبونها على بيئة المختار أو تفزع القرية هذاك اليوم نسوان مع عجان مع أكبار مع صغار ويا بنت قولي لأمك عثروا على علي مقتول منو اللي قتل علي ما حدا يعرف ويقوم المختار هذاك اليوم يرسل واحد من شباب القرية كذلك على المخفر القريب منهم في إحدى القرى حضر رجال الشرطة وشنه السلف وشنه الموضوع يا جماعة قالوا والله عثرنا على هذا الشاب مقتول بدأ رجال الأمن كذلك يحققون في مقتل علي منو لو ثار عند علي هل علي صاحب مشاكل صاحب سوابق قالوا أبدا علي مثل محمد شاب ما عنده مشاكل أبدا ويحاولون من هناك راحوا على مكان العثور على الجثة ما عثروا على أي شيء بصمات في هذاك الوقت شوية ضعيفة الأمور وقرية نائية لكن المختار ورجال القرية استنفروا ووقفوا على رجل واحدة إنه شلون يعني خلال فترة زمنية بسيطة ما تتجاوز شهر ونص يلقت الشباب اثنين مثل الورود بعمر الزهور من أحسن شباب القرية والقاتل مجهول لسكان القرية ما حدا يعرف منه اللي قتل محمد ومنه اللي قتل علي احنا عارفين منه اللي قتل علي لكن محمد منه اللي قتل وما حدا يعرف وبالنسبة للعامة راحوا شباب من خيرة شباب القرية والقاتل حر طليق وما حدا عرفوا منه المختار يجمع سكان القرية هذاك اليوم الرجال وقال يا معودين لا تخلونا نصير مضحكة لسكان القرى المجاورة في حدا ظاهر مستقصد شباب القرية وديروا بالكم وخذوا احتياطاتكم ولا يطلع واحد منكم بدون سلاح ولا تتأخرون في الليل المهم سكان القرية خذوا الاحتياطات وقضية مقتل الشباب الاثنين سببت رعب بين رجال وشباب القرية ونساء القرية يعني أي وحدة من نسوان القرية تتوقع بيوم من اليوم بليلة من اليوم زوجها يطلع وما يرجع كذلك الأباء والأمهات صاروا يخافون على أبنائهم يخافون واحدهم يطلع وما يرجع لذلك خففوا والحركة شوي واحد لحاله ما عاد يطلع يطلعون كل اثنين سوى وسكان هالقرية المساكين عايشين في رعب حقيقي واحدهم يخاف يطلع براء البيت بعد مرور الأيام والأشهر وما عاد صارت ولا حادث قتل ولا حادث اختفاء بدت الناس شوي شوي ترجع على عاداتها القديمة اللي يتأخر في أرضه اللي يطلع الصبح بكير اللي يطلع لحاله رجعت الأمور مثل ما كانت وأحمد ارتاح ضميره وأخوه مع الجافي المنام وقال لك خلص خضيته ثاره ولا من شاف ولا من در وتروح الأيام وتمر الأشهر والسنين بعد ثلاث أربع سنوات يتزوج أحمد من وحدة من فتيات القرية ويعيش حياته وأله أرزقه بعياله بنات أما بالنسبة لزوجة محمد الله يرحمه زوجة محمد قعدت على ولادها تقدم لها الكثير من شباب القرية للزواج لكن كانت رافض الزواج جملة وتفصيلا قالت ودق عدى ربي ولادي وبنيتي وأحمد كذلك يدير باله على ولد أخوه يشتغل فيها الأرض الولاد صاروا يكبرون شوي شوي صاروا يروحون معاه على الأرض يساعدون في الأعمال الزراعة والحياة ماشية بشكل طبيعي بدون أي مشاكل تذكر بعد مرور حوالي تقريبا 16 إلى 17 سنة ولاد محمد صارت أعمارهم تقريبا في 21 22 سنة وصاروا كذلك من شباب القرية المعروفين بالشهامة والكرام والمروءة طالعين على أبوهم في يوم من الأيام واحد من سكانها القرية رجال ينقلوا شاهين شاهين هذا كذلك من رجال القرية المعروفين ورجال كلمته ما تصير اثنين ويرسل هذاك اليوم وراء أحمد جاء أحمد لأن شاهين السلام عليكم وعليكم السلام خير يا أبو محمد شن الموضوع شن السالفة قالوا والله السالفة وما فيها يا أخوي أحمد فيه موضوع ودي أفاتحك فيه خير تفضل عسى ما شر ناقصك شي ودك شي قالوا لا بالله موناقصني إلا السلامة لكن يا أحمد تعرف أنت تعبت وداريت ولاد أخوك وصار لك هالمدة طويلة وانت مقصر معاهم والشباب صاروا في سن الزواج وصراحة ودنا نفرح فيهم قالوا إن شاء الله الله كريم الله يقدم اللي فيه خير إن شاء الله ناوين في الأيام القادمة نشوفها الشباب لكن تعرف أنت الأحوال المادية تعبانة ويعني الزواج ود وتجهيز وشوية أمور قالوا أنا مودي عليك مشان هالأمر هذا يا أخ أحمد وصراحة بعد التعب اللي تعبته أنت ومعاملتك الحسنة وتربيتك لأبناء أخوك وانت مقصرت وياهم لذلك أنا عندي بناتي ثنتين وودي أعطي هالبنات الولاد أخوك وما ودي لا حمرة ولا صفرة البنات هدية ما من وراه نجزية وتعرف شباب ربي أو أيتام وأنا صراحة ودي أناسب هالشباب الأيتام جزاك الله خير يا أخ شاهين وصراحة يعني هذا معروف والله ما ينتسى وشاهين هذا من عائلة معروفة في القرية ونسبته يعني مفخرة المهم ويرجع أحمد هلاك اليوم على ولاد أخو وقالهم ما عندي من الإخبار والعلوم إلا أني ودي أزوجكم والسالفة كذا وكذا 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 الشباب هذاك اليوم طاروا من الفرح جتهم عرايس ومو ومو حي الله عرايس البنات هظن بنات شاهين كل وحدة تقول أنا أحلم من الثاني من أجمل فتيات القرية وما هو بس جمال أخلاق وتربية وبنات ما شاء الله تبارك الله ولما سمعت زوجة محمد أنه والله شاهين ودي يعطي بنات وأبنائها بدون مقابل كذلك فرحت لأنه الجماعة أحوالهم المادية تعبانة عيد من وراء وعيد من قدام يلا عايشين أول بأول من وراء الأرض الزراعية اللي يشتغلون فيها هم وعمهم وعايشين أول بأول المهم عمهم أحمد مصمد له شوية فلوس على جنب وهم كذلك يعني حاولوا يضبطون الأمور من هنا من هناك حاولوا يجهزون ويجيهم شاهين هذاك اليوم قالوا لهم لا تكلفون نفسكم أبدا لا تحاولون قالوا والله مهر وذهب ومدري شنو وجهازات وثياب جديد قال أنا أبدا ما عندي مشكلة أبدا وحتى بناتي رضيانات إذا تروحون تجيبونهن بثياب هن اللي لابساتهن الآن ما عندي مشكلة أبدا أحلى على قلبي من العسل لا تكلفون نفسكم أبدا اللي تقدرون عليه أوكي ما تقدرون عليه لا تكلفون نفسكم الشباب هذول وأمهم وعمهم يعني مستغربين من تصرف هذا الرجال وشلون يعني ليش ودوا يعطيهم بناته على الرغم من أنه صمعة البنات مثل المسك في القرية ما بحياته حد بيوم من الأيام جاب صيرة هالبنات بعاطل ولا أنه عندها العركات ولا كذا بنات في قمة الأدب والأخلاق المهم ما لكم بطول سيرة خلال أسبوع زمان الشباب جهزوا نفسهم وشوي ويتزوجون بنات شاهين وعاشوا وهم وياهن أسعد أيام حياتهم عرصان جدد وإخوان اثنين وعدايل والخوات كذلك عايشات بهالبيت تحت ظل أم الشباب اللي هي زوجة محمد وبعد سن زمان يحمل الفتيات كذلك الثنتين وكل واحدة تجيب ولد وبعد سن زمان كمان جابا كل واحدة ولد وبنت وتروح الأيام وتجي الأيام إلى بعد زواج هالبنات من هالشباب تقريبا أربع خمس سنوات أبو أبو البنات شاهين ويمرض هذاك اليوم وصابته وعكة صحية وصارت أحواله الصحية تدهور يوم ورى يوم أو يرسل هذاك اليوم ورى أحمد مرة ثانية أحمد طبعا كان يزوره كل يوم الثاني يطمل على صحته ويطمل عليه رجال ما قصر معاهم لكن هذاك اليوم ظاهر شاهين حس أنه أجل وقرب أو يرسل على أحمد ويجي أحمد خير يا أبو شاهين شن السال فشن الموضوع قالوا الموضوع وما فيه يا أحمد أو عندي سالفة ودي أسول فيها قبل الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته خير يا شاهين يا أبو محمد شن السالفة قالوا سالفة اتخبر أخوك محمد الله يرحمه قالوا أنا أقدر أنسى أخوي محمد قالوا شفت الظروف اللي قتل فيها أخوك أحمد وما حد أعرف القاتل والقاتل ما زال مجهول قالوا أنا اللي قتلت أخوك محمد أحمد لما سمع السالفة هذه أنصعق شلون وليش قالوا اسمع السالفة يا أحمد قال هذاك اليوم قبل لا ينقتل أخوك محمد الله يرحمه بحوالي تقريبا أسبوعين ولا عشرة أيام كنت أنا وياه ماشين على أطراف القرية وكل من عنده بندقيته وحطينا نياشين عمرنا قوة ميع بالحجارة وصلنا نسدد على الأهداف هذه ومحمد وصاب الأهداف أكثر من مرة وأنا هذاك اليوم فشلت في التسديد على الأهداف وما قدرت أصيب ولا هدف وقام ومحمد صار يضحك عليه ويتمسخر علي ويعني شغل شباب أنا وياه ما بينه وبينه أي مشكلة لكن ما قدرت أستوعب الغلب اللي غلبني إياه هذاك اليوم ومحمد وحقدت عليه والشيطان صار يلعب براسي وقال يا ولد زي حذا عن طريقك وحسيت هالغلب هذا ثقيل عليه جدا وأترصد وفي يوم من الأيام وهو طال على الأرض وأمد عليه وأطلق عليه النار وقتلته ورجعت على البيت ولا حدا شافني أبدا وتعرف أنت شاركت معاكم في البحث وفي الدفن وفي التعزي لكن بعد ما صارت الحادثة هذه صار ضميري يعذبني صار عندي عذاب ضمير ما هو طبيعي أوصرت أشوف ولاده وبنيته وزوجته وحزنك عليه لكن قلت شنو دي أسوي الآن أذو دي أكشف حالي رح أنقتل وعندي بناتي وأبنائي كذلك رح يتيتمون لذلك قررت السكوت إلى ما يشاء الله عز وجل ولما شفت هالشباب صاروا بعمر الزواج قررت أني أكفر عندنبي وأعوض هالشباب اللي انحرموا من أبوهم طوال السنين هذه أقل ما يمكن عندي هالبنات الاثنين اللي تعرفن أنت من أجمل بنات القرية وقلت أزوج هالشباب بناتي وبعد ما زوجتهم والآن صار فيه نسابة بيننا وبينكم والبنات ما شاء الله تبارك الله جابا أبناء وبنات لكن بنفس الوقت ضميري ماهم ارتاح وفي شي ماهم خليني أتنفس مثل المخنوق وحسيت أنه أجلي قرب لذلك قررت أني أعترف بالجريمة اللي ارتكبتها وهذا أنا بين يديك يا أحمد ودك تذبحني ودك تعتقني لوجه الله عز وجل شوف اللي ودك يا وأنا جاهز طبعا أحمد قاعد يسمع السوالف ومصدق وما هو مصدق قال يا أخ شاهين يا أبو محمد أنت يعني تسولف بعقلك ولقال وأبدا كل كلمة قلتها عليها الله صادق بكل حرف أحمد شو دي يساوي ويرجع ذاك اليوم على ولاد أخو قالهم يا جماعة السالف كذا وكذا 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 وموجودة كذلك زوجة محمد وقالهم الرجال هذا هو اللي قتل أبوكم الله يرحموا وتكفيرا عن الذنب زوجكم بناته بدون لا حمرة ولا صفرة والرجال الآن اعترف بذنبه وأنت أولياء الدم وأنا أجي بعد منكم وبدت عائلة أحمد وأبناء محمد وزوجته يدولون هالموضوع شنسوي شما نسوي والسالفة مر عليها تقريبا أكثر من عشرين سنة طبعا ما نسوا دم أبوهم لكن الآن في بيناتهم نسابة والبنات خلفان ولاد وبنات بنات شاهين فقرروا في النهاية أنهم يعفون عن هذا الرجل لوجه الله عز وجل قالوا هناك يلقى حسابه عند الله عز وجل يوم القيامة أو جاء أحمد والشباب على شاهين وسامحوه وقالوا له الحساب عند رب العالمين وقاموا وراحوا والشباب أبناء محمد اللي ماخذين بنات شاهين راحوا على بيوتهم هم وزوجاتهم وظل أحمد عند شاهين قال يا شاهين كمان أنا عندي سالفة شيني سالفتك؟ قالوا تخبر علي اللي انقتل كذلك بعد أخوي فترة قال إيه نعم قال أنا اللي قتلته وأخافي صير علي اللي صار عليك والآن بما أنه بيّن قاتل أخوي فدم الرجال هذا برقبتي إلى يوم الدين إحنا سامحناك وعفينا عنك لوجه الله عز وجل لكن الجماعة هذول يمكن ما يعفون عني الحل الرأي شاهين الآن أنا في ورطة حقيقية وأنا ماضي هالسنين هذه كل ياتها على أساس رياحة ضميري وخذيت بثار أخوي أثاري الرجال هذا عليم لا له علاقة لا من بعيد ولا من قريب وأنت ما حوليك لا شكوك لا شي وودي نصيحتك يا شاهين شنو أساوي وين أروح وين أجي هذول والله أخوان علي إذا سمعوا أنا اللي قاتلوا والله لا يأكلوني بدون ملح الحل الرأي قالوا الحل الرأي فيه شيخ معروف في إحدى القرى المجاورة الشيخ هذا له مونة على مخاتير القرى وسكان القرى يحترمونه شيخ معروف قالوا مالك إلا أتروح على الشيخ خلينا نسميه شيخ عبد الله شيخ عشير كبير ومعروف وعنده مضافة ورجالي حل مشاكل قالوا روح على الشيخ عبد الله وسولف السالف اللي أنا سولفتك ياها وسالفتك أنت وعلي وأكيد الشيخ راح يلاقي لك حل ويركب هذاك اليوم أحمد ويروه على الشيخ عبد الله دخل على الشيخ عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك ابشر بعزك دخلت وسلمت قال أنا سالفتي كذا وكذا 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 وإحنا الآن عفين عن هذا الرجال لكن أنا ضميري الآن صار يعذبني وما يعرفان شنوود أساوي قالوا ابشر بعزك وخلينا نفكر شوي نشوف شنوودنا نساوي قالوا أنت عندك بنات عندك أبناء الرجال اللي قتلت وعنده أبناء قالوا اي نعم الرجال عنده أبناء اثنين شن عمارهم قال عمارهم والله تقريبا بعمر ولاد أخوي بداية العشرينيات وانت عندك بنات قال أنا عندي كذلك بنات بعمر الزواج قال اي نعم قال ودك تساوي مثل ما ساوي شاهين لكن من يعرف في القرية في هالسالفة هذه انه شاهين هو اللي قتل أخوك وانت قتلت علي قال ما حد يدري سالفتي أنا وعلي ما حد يدري فيها إلا أنا وشاهين وانت لكن سالفة شاهين واخوي ومحمد يدرون فيها ولاد أخوي وزوجته وبناته لكن السالفة أكيد ما انتشرت في القرية قالوا الآن ودك تساوي مثل ما ساوي شاهين وتزوج بناتك الثنتين هذن اللي في عمر الزواج الأبناء علي وبعد ما تزوجهم لكل حادث حديث الحل عندي قال ابشر ويرجي هذاك اليوم على زوجته وبناته وطبعا شباب علي من شباب القرية الأكفاء اللي سمعتهم كذلك حسنة ربيا وأيتام شباب معدلين شروة من يسمع ويروح هذاك اليوم على واحد من إخوان علي سلام عليكم وعليكم السلام قالوا صراحة هذول الشباب الأيتام عرائسهم علي وأنا ودي أعطيهم بناتي وما ودي لا خضرة ولا حمرة ولا صفرة يا رجل شون تقول قالوا والله هذا اللي عندي وشباب صراحة نسبتهم مفخرة وأنا ودي أعطيهم بناتي قال جزاك الله خير شاوروا الشباب الشباب كذلك لما سمعوا بهالخبر طاروا من الفراح وجتهم عرايس على البارد المستريح ولا يدفعون ولا يجهزون وبنات أحمد كذلك من بنات القرية الجميلات المهم خلال عشرة خمستعشر يوم تزوجوا ولاد علي من بنات أحمد وساواوا هذاك العرس هذاك اليوم في هالقرية واجتمعوا هالناس وبعد ما مبسطة وكل مرة في حال سبيله أول يوم ثاني يوم عشر تيام زمان ويجي الشيخ عبد الله ويجمع وجهها القرى المحيطة ومخاتير القرى وهالناس المعروفة ويرسل وراء أخوان علي وأبناء علي وأحمد وأبناء أحمد وشاهين كان تقريبا وضعه سيء يعني ما يقدر يجي لكن حضر واحد من أبنائه وشيخ سوا عزيمة كبيرة جدا يعني حضرها مئات من الأشخاص ولما اجتمعت هالناس قالوا لهم يا جماعة السالفة كذا وكذا 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 والآن أبناء محمد رحمة الله عليه وأخوه عفوا عن شاهين والعفو عند المقدرة والحساب يوم الحساب وهذا الرجال علي عفوا أحمد كذلك زوج بناته والأبناء علي تكفيرا عن الذنب اللي سواه وكان يعتقد أنه علي هو اللي قتل أخوه محمد لذلك إحنا طالبين منكم يا جماعة أمام هالوجوه الخيرة العفو عن هذا أحمد الجماعة لما شافوا الموضوع والناس يعني صارت تتلفت على بعضها شنوها القصة العجيبة والغريبة هذه فالسالفة صارها تقريبا أكثر من عشرين سنة طواها الزمن والآن الشباب صار كل واحد عنده زوجة من بنات أحمد وشافوا أنه شاهين يعني اعترف وتداولوا الأمر بين بعضهم إخوان علي وأبنائه قالوا يا جماعة السالفة طواها الزمن والرجال زوجكم بناته وكذلك هو سالفته مثل سالفتنا وأحمد وأبناء محمد ما هم أحسن منه عفوا أنا رجال شاهين فقرروا هذاك اليوم أمام الوجوه والشيوخ وأمام الشيخ عبد الله أنهم يعفون عن أحمد لوجه الله عز وجل قالوا وافينا عنك يا أحمد ويحطون الغد وتغدى العالم هذاك اليوم وانتشر الخبر وانكشفت الحقيقة بعد أكثر من 22-23 سنة وأبناء علي بعد ما تزوجوا بنات أحمد الله أرزقهم عيال وبنات وكذلك أبناء محمد الله أرزقهم عيال وبنات من بنات شاهين وتصاهرة العائلات وتصالحوا وما زال أبنائهم وأحفادهم موجودين إلى يومنا هذا يعملون في الأراضي الزراعية وعايشين حتى اللحظة كانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات وأحداثها القصة ورح أترك لكم استخلاص العبر اكتبوا ليها في التعليقات شنو العبرة اللي نستخلصها من خلال قصة أحمد ومحمد وعلي وشاهين وفي النهاية أي حد عنده قصة يحب يرسل ليها على الواتساب الرقم موجود في التعليق المثبت أسفل الفيديو وفي لمحة القناة وكذلك الرقم راح نقوله اللي هو 0962 790 150 202 لا تترددون أبدا في أي قصة تحبون أني أرويها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر